اشتركوا في القناة اكتشف موهبته وهو في الرابعة من عمره خاصة عندما انتقل مع أسرته للإقامة بحي شبرى والتحقه بمدرسة السبتية ولد محرم فؤاد في حي بولاء بالقاهرة في 25 يونيو عام 1934 صار عوالده في اكتشاف موهبته من خلال الموالد والمحافل التي أدرج من خلالها أنه يمتلك حنجرة زهبية يمكن من خلالها أن يدخل عالم الفن من بوابة الغناء والطرب التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى العربية المعهد العلي للموسيقى العربية حاليا وبعد التخرج عمل لفترة في الملاهي ثم التحق بركن الهواب الإزاع وغنى من تلحينه الحلوة هداني منديله ثم غنى بعد ذلك من تلحين الموسيقر عبد العظيم محمد أصمر وحليوة وخيالك في عيني وبعد ذلك غنى في برنامج ساعة القلبك واعتمت كمطرف في الإزاع وكانت أول أغنيات الإزاعية زي نور الشمس كانت الفنانة الراحلة السندريلا شريكة محرم فؤاد في أهم أعماله السينمائية حيث قدم معا فيلم حسن ونعيمة وعلى الرغم من مدى النجاح الذي حققه هذا الفيلم خلال فترة عرضه إلا أنه لم يكن يتوقع أن يكون هذا العمل هو نفسه سببا في إصابة الفنانة سعاد حسني بالاكتئاب بعد أربعين عام ففي أثناء تلقي السندريلا للعلاج في لندن فجئت بزيارة ولها وعندما دخل المطرب الراحل إلى غرفتها لم يستطع التعرف عليها خاصة أنها ازدادت وزنا وبدت عليها ملامح الكبر والشايد وحينها توجه بسؤال صادم للسندريلا أين سعاد حسني؟ وحينها أدركت سعاد حسني أنه لم يعرفها وهو ما جعلها تذكره بالفيلم الشهير قائلة أنا نعيمة يا حسن مما أدى إلى اكتئاب السندريلا فترة طويلة أما عن حياة المطرب الكبير محرم فؤيد الشخصية فقد تزوج سبع مرات إزاي الأولى كانت من الفنانة الراحلة تحية كاريوكا بينما كان هو رقم 11 في سجله وبعد انفصلها تزوج من سيدة أجنبية لم ينقص معها كثيرا أما الثالثة فكانت اللبنانية مجدى بيدون وأنجب منها ابنه طارق ويقال أنه ارتبط سريا بالفنانة مرفة أمين أثناء زواجه الثالث وتسبب هذا في انفصاله عن والدة ابنه مجدى بيدون أما الزيجة الرابعة في حياة الفنان الراحل محرم فؤاد كانت من اللبنانية ملكة جمال الكون جورجينة رز كانت في نهاية السبعينات حيث تم الطلاق سريعا ثم تزوج بعدها من الممثلة عيد رياض ولكنه انفصل عنها بعد اتهمها في أشهر قضية أداب أما آخر زيجات الفنان محرم فؤاد كانت من الإعلامية منهلان والتي ظلت معه حتى وفاته ورحل عن عالمنا الفنان محرم فؤاد في 27 يونيو عام 2002 متأثرا بأزمة قلبية حدا عن عمر ناهز 62 عام قدم الفنان الراحل محرم فؤاد على مدار مشواره الفني أكثر من 150 أغنية و20 فيلم سينمائي منهم حسن ونعيمة عام 1959 مع الفنان الراحل السندريلا سعاد حسني الملكة وأنا عام 1975 مع ملكة جمال الكون جورجينا ريز عشاق الحياة عام 1971 مع الفنانة نادية لطفي والفنان يوسف وهلي من غير معاد عام 1962 مع الفنانة الكبيرة نادية لطفي والسندريلا سعاد حسني نصف عزراء عام 1961 مع الفنانة الكبيرة الراحلة مريم فخر الدين من غير معادة لطفي والسندريلا سعاد حسنوار حسني عام 2020 عام 2020 عام 2020 اشتركوا في القناة